بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمشيط ربنا الحلم على بعض نموذج امتحان رقم سبعة يلا بينا على بركة الله في الشكل مقابل ماء الغاز الذي يتمده مضخة الهواء للطحالب الخضراء يطار سنوكسيد الكربون ولا الاكسوجين تعالوا نبص على شكل كده ده عبارة حد زجاجي بيحتوي على مية وعند هنا فيه تحالب خضراء يعني عندها كل رفل عندها بلاستداد خضراء كل رفل وعند هنا كمان فيه مصدر للضوء معنا كده ان التحالب ديتنا تقدر تقوم بعملية البناء الضوئي وعند هنا هنا مضخة اللي هو بيسألنا عليه يطار الهواء اللي هو يخش هنا هيكون عبارة ايه يطار اكسوجين ولا سنوكسيد الكربون وبدأ هنا يطلع عندي فقعات اللي هي من الهواء طالما عند هنا فيه تحالب خضراء وعند هنا فيه مصدر للضوء معنا كده ان التحالب الخضراء ديتنا هو تقدر تقوم بعملية البناء الضوئي واحنا عارفين عملية البناء الضوئي النباتات او التحالب بتحتاج لمين بتحتاج لغاز سنوكسيد الكربون هيتحد مع المية في وجود اللي هي الطاقة الضوئية اللي هي هو الدامي وكلورفيل اللي هي عشان خضرة تمام هيكون اللي هو كولوكوز وهيكون اللي هو المية وهيكون مين فقعات الغازية اللي هي تطلع اللي هو عبارة عن مين عبارة عن غاز الاكسوجين اللي هو هيطلع كناتك ثانوي معنى كده ان اللي هيبدأ هنا يتم مضخة عن طريق اللي هي مضخة اللو مين سنوكسيد الكربون تعالوا نشوف الاختيارات رقم ألف سنوكسيد الكربون بس بقول لي اللازم لتنفسها حتى التحالب هنا لو تنفسها مش هتتنفس سنوكسيد الكربون ده تتنفس من الاكسوجين في زن ده من نسبه لنا غلط الاكسوجين اللي لازم لتنفسها احنا قدامنا دي والله عاملية بناء ضوئي وليست عاملية تنفس لان هنا قولنا عندنا التحالب خضر وعند مصدر للضوئي يعني هنا شروب بتاعت مين البناء الضوئي موجودة عندنا رقم جيم سنوكسيد الكربون اللازم لقيمها بعملية البناء الضوئي طبعا الكلام ده الصح دي الاختيار الصح رقم دال الاكسوجين اللازم لقيمها بعملية البناء الضوئي هل عاملية البناء الضوئي بتحتاج الاكسوجين طبعا لا ده بيطلع عند الاكسوجين منها كناتك سانوي كناتك ايه سنوي لما بينشطر مين جزء مين جزء الميزة ما احنا عارفين وبالتالي الصحة كده رقم جيم ما الذي تتوقع عند فحص صور الدم لسيدة تعاني من ضعف عام وسرعة ضربات القلب وزيادة معدل التنفس بمعنى كده عندها تلات حاجات ضعف عام سرعة ضربات القلب زيادة معدل مين التنفس طبعا في الحالة ديت انها يكون السيدة ديت انها مصابة بانيميا حادة الانيميا الحادة معناها اللي هي نقص قريات الدم مين اللي هي الحامرة اللي هو بيحمل اللي هو الهيموجلوبين واحنا عارفين ان الهيموجلوبين عبارة عن بروتين مرتبط عبارة عن احمد امانية مع مين مع اللي هو الحديد فبول رقم الف زيادة عدد قريات الدم الحامرة طبعا لا انا مفروض عندها ايه نقص لانها عندها ايه عندها انيميا رقم بيه زيادة عدد قريات الدم البيضاء طبعا الكلام ده لما تكون بتعاني ايه من مرض معين تمام في الحالة ديته انه هيؤدي المين الى زيادة عدد كوريات الدم ايه البيضاء رقم جيم نقص عدد كوريات الدم الحمراء طبعا ديت الاجابة الصح احنا زميل السائلين احنا قلنا كوريات الدم اللي هي الحمراء لما تبدأ تقل هيؤدي المين الى نقص اللي هو الهيموجلوبين ولما يقل اللي هو الهيموجلوبين هيؤدي الى نقص غاز مين اللي هو الاكسوجين علشان الهيموجلوبين مسؤولة عن حامل اللي هو غاز الاكسوجين ويوزعه على جميع خلايا الجسم الكلام ده هيؤدي الى سرعة ضربات مين اللي هو القلب وزيادة معدل مين اللي هو ايه التنفس علشان تقدر تعاوض اللي هو النقص فين في كمية اللي هو الاكسوجين وبالتالي ده الصح نقص عدى كوريات الدم البيضاء طبعا كلام ده ايه غلطي بس صحة كده رقم مين رقم جيم كمعدد الاوعية الدموية الرئيسية التي تحمل دم مو اكساجا وتتصل بالقلب يطرى واحد ولا اثنين ولا اربعة ولا خمسة طبعا عددهم كم عددهم خمسة لو احنا فاكرين طب ايه هم الخمسة دولت كان عندنا اول حاجة اللي هو الشريان اللي هو الاورطة يبقى اول حاجة عندنا شريان الاورطة الحاجة التانية عندنا اللي هي الاوردة الرئوية الاربعة بتحمل دم مو اكسج احنا عارفين ان كل الاوردة بتحمل دم غير مو اكسج معادة الاوردة الرئوية الاربعة بتحمل دم ايه مو اكسج يبقى عندنا شريان اورطة درقم واحد الأربعة التالين لهم مين اللي هم الأورادة الروية يبعدادهم كام يبعدادهم خمسة أي الأسهم التالية لا تحدد مصار جزيات الماء بالشكل المقابل يعني في حاجة غلط تعالوا نبصي جد على الشكل قدامنا طبعا ده عبارة عن نبات أخضر وبدأ هنا ياخد هنا في قطعات أول قطاع عند اللي هي فين فيه اللي هي الشعيرات اللي هي الجزرية اللي هو بسمها دي قدامي هنا فأنا عندي دي عبارة عن شعير جزرية الماء طبعا لما تبدأ تتنقل للشعير الجزرية تبدأ تتنقل في الاتجاه ده في اتجاه مين الشعير إيه الجزرية اللي هو مدونة قدامي هنا فإذاً ده بالنسبة لنا صح نيجي بعد كده ل dramatur في الصوق عند هنا دي عبارة الأقلاء بتاعت مين بتاعت الخشب فعندنا هنا زي ما إحنا عرفين إن أوعيات الخشب المهمة الرئيسية بتاعتها أوعيات الخشب المهمة الرئيسية بتاعتها اللي هي نقل إيه ناكل الماء والأملاح طبعا تنقلها منين لفين من أسفل إلى أعلى بإذن مفروض الاتجاه بتاعمي إيه من تحت الفوق تمام حلو قوي لأن بتنقلها من الطربة إلى الشعيرات الجزرية إلى الصاق ثم إلى الأوراق لها مصار واحد فقط من أسفل إلى إيه إلى أعلى هنا مديني هنا سي إيه ده من أعلى الأسفل في إذن ده لاتجاه الغلط في إذن ده هو اللي احنا ما ندور عليه يبقى هي دي الإجابة تمام ده الحاجة الوحيدة اللي غلط تعالى نبص على بين المرة عند بعد كده ده عبارة عن إيه عبارة ورقة نبات وده عبارة عن الصغور وعند ده اللي هو جزء فين أو مجموعة من الخلايا فيه اللي هو النسيج المتوسط طب دلوقتي لو عند هنا فيه كمية مية عند في الخلايا اللي هو مشاورة عنها اللي هي الإيديات يعني عند هنا فيه تركيز عالي من المية تمام المية إذا ما احنا عارفين هتبدأ تروح لمن الخلايا اللي هي إيه المجور لا فين في جميع اللي هي الاتجاهات فهنا بدينا فعلا فين في جميع ايه اللي تجاد فإذا الكلام ده صح تعالنا نشوف اللي هو البي البي ده عبارة عن مين بي مصر اللي هي الصغور أنا عندي الصغور طبعا هنا لما الورقة هنا بتفقد اللي هي بخار المية عشان هي بيكلمني على مين عن جزائية المية هتبدأ تفقدها لأيه إلى الخارج علىية بخار المية اللي هو بيطلع خلال مين عملية البناء الضوئي فإذا السهمة يكون ايه يم التحد زي ما احنا شايفين فإذا الكلام ده صح كمان يبا الوحيد اللي غلط عنده إلا هو مين رقم مين رقم با أي من التفاعلات التالية يتطلب وجود غاز سهني أكسيد كاربون يطلب تفاعلات الضوئي الفقط ولا تفاعلات اللي هي اللي هي ضوئية فقط تعالنا ناخد حاجة حاجة كده مع بعض الأول حاجة عندنا التفاعلات اللي هي الضوئية فقط التفاعلات الضوئية اللي احنا فاكريين كان فيه جزء منه تعالنا نفكر مع معادي كده بالشكل الأفضل كان عندنا أشعة الشمس اللي هي بيجي منها اللي هي الطاقة الضوئية اللي هي مصدر للطاقة الضوئية بتسقط على مين على اللي هي جزات اللي هي كلوروفيل ألف فبتبدأ تتحول إلى كلوروفيل مين نشط تمام؟ طيب كلوروفيل النشط ده كان بيبدأ يطلع منه إيه طاقة فكان فيه جزء من الطاقة ده بيستخدمه في تحويل اللي هو الـ ADP إلى ATP الـ ATP ده هيروح لمين؟ هيروح للتفاعلات اللي هي اللا ضوئية عند جزء تاني من الطاقة كنت بيستخدمه في شطر جزء مين؟ في شطر جزء المية قلت بقى طلع منه حاجتين اول حاجة عندي هنا الاكسوجين كان بيطلع كناتج سانوي والحاجة التانية اللي هي عند مين اللي هو 2H اللي هو يحمى العنطاري اللي هو مين اللي هو مساعد الانزيم اللي هو الناد B فهيتحول الى ناد BH2 اللي هيروح لمين هيروح للتفاعلات اللي هي اللي هي ضوئية يبقى عندي هنا في التفاعلات اللي هي ضوئية نتج عندي حاجتين الـ ETB وكمان مين اللي هو الناد BH2 هل هنا أنا جبت سيرة هنا اللي هو سنة سيدة كربوم؟ طبعا لا وبالتالي هنا التفاعلات الضوئية بالنسبة لنا غلط ما ينفع Aqui اختارها يبقى اول حاجة عندنا كده التفاعلات الضوئية فقط دي بالنسبة لنا غلط You'll need better التفاعلات اللي هي ضوئية فقط ايه رأيكم؟ طبعا دي الإجابة الصح طب ليه؟ احنا دلوقت عندنا ناتج هنا من التفاعلات اللي هي ضوئية 3 اول حاجة اللي هو Ennait BH2 والحاجة الثانية الـetB هتروح لمين للتفاعلات مين الليها ضوئية اللي هو هيتم عن طريقها هيتم فيها في السطرومة طبعا الكلام ده هيتم فيها تثبيت غاز ساني أقصيد الكربون اللي احنا منتكلم عليه اللي هو بيسألنا عليه تمام هيبدأ هنا يتحد مع مين مع غاز الهيدروجين اللي هو محمول على مين على الناية بي اتش تو عن طريق مساعدة مين اللي هو الاتبي ويبدأ يتحول إلى مركب اللي هو البيجال اللي هو هيبدأ يستخدم في بناء مين الكولوكوز والنشا والبروتينات والدهون معنى كده في المرحلة ديت هنا احتاجنا ايه اللي هو غاز مين ساني أقصيد الكربون رقم جيم التفاعلات الضوئية احنا هنا ضوئية ما فيه الساني أقصيد الكربون اللي هي ضوئية بس اصبحت العبره كده غلط رقم دال تفاعلات انشطار الكولوكوز هل هنا كان بيطلع منها او بتحتاج لغاز ساني أقصيد الكربون طبعا لا ده كان عند اللي بينتج من انشطار الكولوكوز اتنين اي تي بي وعند اللي هو اتنين اتش بالاضافة ايه لا الناتج النهائي عند اللي هو اتنين حمد بيروفك يعني هنا مفيش اصلا ايه الساني أقصيد مين الكربون يبس صح رقم به عند صبغ قطاع عرضي لصاق نبات زوفر كتين بمحلول اليود محلول اليود لون برتقالي تمام تخلي بالنا باستخدمه في الكشف عن وجود النشط اي مما يأتي تتوقع ان يظهر بلون ازرق داكن لو عند محلول اليود اللي هو البرتقالي تحول الى اللون الازرق الداكن معنا كده ان في ايه فيه نشط يعني معنا كده هندور على نسيج بيحتوي على النشط رقم الف اوعية الخشب نسأل نفسنا سؤال هل اوعية الخشب بتحتوي على نشط طبعا لا احنا عارفين اوعية الخشب بتتكون من ثلاث حاجات اللي هي اول حاجة عندنا اللي هي الاوعية والقصيبات وبرونشيما الخشب هم الثلاثة مفهمش مين مفهمش نشط وبتالي ما ينفعش اخطر رقم بيه الخلايا المرافقة للحاء الخلايا المرافقة دي خلايا حية كل المهمة بتاعتها الرئيسية انها بتمد من النبيب الغربلية ايه بالطاقة فاذا ديك مهمة فيهاش ايه اللي هي نشط رقم جيم الكامبيوم احنا عارفين الكامبيوم بيكون عبارة عن صف واحدة او اكتر من الخلايا المراستمية اللي هي الانشائية وكل المهمة الرئيسية بتاعته ان بيكون لحاء سانوي تجاه مين تجاه الخارج وخشب سانوي تجاه مين الداخل طب هل بيحتوي على نشا لا مفووش رقم دال اخر صف في طبقة الكشرة طبعا ده بسميه الغلاف الناشوي حتى من اسمه كده يعني بيحتوي على مين على نشا وبالتالي هنا اللون اللي هو محلول اليود اللي هو البرتقال هيبدأ يتحول اللون ايه اللي هو الازرق الداكن اللي هو الغامق يعني معنى كده بيحتوي على مين على اللي هو النشا الشكل المقابل يوضح صريان الدم فيه لوعيات دموية ماذا يمثل الجزء رقم تلاتة يطر شوريان ولا وريد ولا شعراء الدموية ولا وعاق المفاوي تعال نبص على الرسم كده الرسم زي ما احنا شايفين هنا مديني ضغط الدم ملي متر زيبق وعند هنا لو رقم واحد هنا الضغط هنا حوالي مية حوالي مية وشوية مية وعشر ولا حاجة وبدأ هنا الضغط ايه يقل معايا طالما الضغط هنا عالي احنا عارفين طبعا الضغط في الانسان المعافى اللي هو كام مية وعشرين على كام على تمانين ده بالنسبة للشخص اللي هو المعافى السليم يعني الرقم الفؤاني ده بيدل على مين بيدل على اللي هو انقباض اللهم البطينين اما الرقم اللي هو التحت ده بيدل على مين على انبساط مين البطينين طيب هنا عندي هنا حوالي مية وعشر يعني هنا بيشير لي مين للرقم الفؤاني معنا كده بيشير لي انقباض مين اللي هي البطينين وإحنا عارفين أن الشرائين اللي هي القريبة من القلب بيكون الضغط فيها أعلى ما يمكن معنا كده رقم واحد عبارة عن إيه بيمثل شريان يبقى واحد عبارة عن شريان عرفنا منين من ارتفاع الضغط فيه الضغط هنا بدأ إيه اللي هنا الحد موصل إلى أقل قيمة له أقل قيمة له معنا كده ثلاثة ده عبارة عن إيه عبارة عن وريد لأن الضغط بيكون في إيه قليل وخصوصا في الأوردة اللي هي بعيد عن مين عن القلب اللي هي موجودة في الأطراف وإحنا عارفين طبعا اللي بيربط بين اللي هي الأوردة وبين الشرايين اللي هي مين الشعيرات إيه الدموية يبقى معناك كده رقم اتنين ده عبارة عن إيه عبارة عن شعيرات دموية هو بيستنع على مين رقم مين رقم ثلاثة رقم ثلاثة قلنا إيه وريد يا بل إجابة رقم مين رقم بيه مع نسبة عدد جزيات الفاد إتش تو إلى عدد جزيات الناد إتش الناتجة عن أجساد جزيء كولوكوز واحد في ظروف هوائية أجسادة تامة احنا عارفين طبعا اللي هو جزيء كولوكوز لما بيحصل عملية أجسادة تامة له هيطلع لي كم في النهاية 38 اي تي بي احنا دلوية عزيز مين عدد اللي هي الفاد إتش تو إلى اللي هو عدد جزيات مين اللي هي الناد اللي هي تنتو خلال مين اللي هي المراحل التلاتة يعني انشطار الكولوكوز ودور الكريبس وسلسلة إيه ناقل الإلكترون هنبدأ كده بأول حاجة عندنا اللي هو انشطار الكولوكوز هل كان عندي بيانتج اللي هو الفاد إتش تو طبعا لا ما فيهوش عندي طبعا عندي اللي هو الفاد إتش تو كان بيانتج فقط فين خلال اللي هي دور الكريبس كان بيطلع عندي خلال الدورة الواحدة واحد فاد إتش تو واحنا عارفين ان الدورة بتكرر قم مرة لجزئ الواحد للكولوكوز بتكرر مرتين يبقى معنا كده هيطلع لي كم جزئ هيطلع لي اتنين يبقى عندي الفاد إتش تو هيطلع لي كم اتنين جزئ خلال اللي هي دورتين ناخد الحاجة التانية عندنا اللي هي مين اللي هي الناد إتش انشطار الكولوكوز كان بيطلع لي كم ناد إتش كان بيطلع لي اتنين والمرحلة اللي هي التحضيرية قبل دور الكريبس كان بيطلع لي اتنين يبقى كده كام 4 وعند دور الكريبس كان بيتطلع لي كام نات إتش كان بيتطلع لي في الدورة الوحدة ثلاثة نات إتش والدورة عندي يخلي بالنا بتقرر قم مرة بتقرر مرتين يبقى كده خلال الدورتين يطلع لي كام 6 وعند أبلي كده 4 يبقى كام يبقى 10 يبقى كام يبقى 10 أصبحت النتيجة عندي كام 2 إلى 10 لما جابص هنا مفيش 8 إلى 10 تعال نبسط اللي قدامنا على الـ 2 فالواحد على اتنين فالكام فالخمسة اصبحت النتيجة كام واحد الى ايه واحد الى خمسة يعني اللي جاء برقم مين رقم الف تعال نفتكر بسرعة كده مع بعض انشطر الكولوكوز زي ما احنا قلنا بينتج عندي اتنين ناد اتش اده اول عندي اتنين ناد اتش نحسب مع بعض كويس المرحلة التحضيرية اللي هي قبل دور الكريبس كان بيطلع عندي كمان اتنين ناد اتش اصبحوا كده معايا كده كام اربعة ناد اتش تعال نفص على دور الكريبس الدورة الوحدة عدى واحد ناد اتش عدى اتنين ادي تلاتة يبقى عندي هنا كام تلاتة نخلي بالنى ان الدورة بتقرر مرتين لجزء اللي هو كويس الواحد يعني معنى كده هضرب اتنين في كام في اتنين اصبحوا كام بستة وعند قبل كده كام اربعة اصبحوا كام عشرة ناد اتش اما بالنسبة للفاد اتش 2014 هنا طلع Ruth جزء واحد فقط ده في الدورة الوحدة والدورة زي ما احنا لسا قلنا بتقرر قمرة لجزئي الكوليكوز الواحد بتقرر مرتين معنا كده ان الفاد H2 طلع لكام طلع لاتنين اصبحت النتيجة اتنين لكام لعشرة هنبسطها اصبحت كام واحد الى ايه الى خمسة وزيلة الحوصلة الصفراوية من شخص ما اي مما يلي تتوقع حدوثه نفسنا سؤال هي الحوصلة الصفراوية ايه مهمتها والله بتفرز اللي الصفرة والصفرة دي بتعمل ايه بتحول الدهون الى مستحلب دهني تمام يعني هنا هيكون فيه مشكلة بالنسبة للدهون تعال ندور كده على اي حاجة فيها الدهون رقم الف لن يستطيع تناول النشويات مواد قرب واضراتية طب هل في علاقة بين الصفرة وبين النشويات ما فيش اي علاقة في هذا ان دي ما فيش اخطرها لان طبعا النشويات فيه انزيمات تانية اللي هي بتأثر عليها رقم بيه يمكنه تناول الدهون بكمياء قليلة طبعا دي الاجابة الصح اذا ما احنا قلنا للسائلين قلنا والله الصفرة تحول الدهون الى مستحلب ايه الدهني وبالتالي هنا هيتتأثر ايه اللي هي الدهون فالتالي هنا لازم يقال لكمية الدهون اللي هو ايه بيقولها رقم جيم يمكنه تناول سوائل فقط ملاش اي علاقة لن يستطيع ان يتناول اكثر من وجبة كبيرة في اليوم لا برضك ملاش علاقة اما حاجة الوجبات اللي هو بيقولها انه هو ما يكونش في اي نسبة علي منين من الدهون من الشكل المقابل ما الخاصية التي تنتقل بها المادة ايه يا طرق اسموزية ولا تشرب ولا انتشار ولا نقل النشط تعال امبص جدا على الشكل دي هات مجموعة من الخلايا هنا مشاول اللي هنا ده سيتو بلازم ودي هات فجوة عصرية وده عبارة ايه غدار خلوي وهنا مشاول اللي هنا على الاسهم اللي هو بيسألنا عليه اللي هو الايه ها الاسهم مشا زي ما احنا شايفين خلال مين خلال اللي هو الغدار الخلوي خلال مين الغدار الخلوي واحنا عارفين ان الجدار الخلوي بيحتوي على مين او بيتكون اساسا من اين من الياف من اين من السليلوز واحنا عارفين السليلوز مادة محبة للمية احنا عارفين طبعا فيه مواد محبة للمية او بسمها المواد الغروية المحبة للمية زي مين السليلوز اللي هو قدامنا اللي هو موجود في الجدار الخلوي والبكتين وكمان بروتين مين اللي هو البروتوبلازم معنا كده الخاصية اللي هي تنقل خلالها اللي هو المية هنا عن طريق مين خاصية ايه اللي هي التشرب لان الخاصية ديتنا بتتم خلال جدر مين اللي هي ايه خلايا النبات علشان بتحتوى على مين على دقائق ايه غروية لها القدر الامتصاص مين المية وبتبدأ طبعا ايه تزداد في ايه في الحجم والكلام ده قلنا من خلايا مين خاصية مين التشرب اذا افترضنا ان مخزون الخلية من الطاقة هو عشر جزئيات اي تي بي يبال خلية مخزنة عندها ايه عشر جزئيات اي تي بي في ايه الاشكال البيانية التالية يعبر عن عدد جزئيات ال اي تي بي بعد حدوث الاكساد الهوائية يعني توفر الاكسوجين لجزئي كولوكوز مع الزمن يبقى عندنا دي جزئي كولوكوز واحد نسأل نفسنا سؤال لو دلوقات لما يحصل اكسادا لجزئي كولوكوز في حالة وجود الهواء هيطلع لي كم اي تي بي هيطلع لي 38 جزئي تي بي حلو اوي والخلية مخزنة عندها كم 10 اي تي بي جميل دلوقات اللي انا جمعتهم هيطلع لي كم هيطلع لي 48 جزئي تي بي يعني الخلية هيكون عندها كم 48 اي تي بي بس اخلي بالي ان هنا الخلية هنا علشان تعمل عملية هنا اكسادا هوائية هيحصل احنا عارفين طبعا الاكسادا الهوائية بتمر قوم مرحلة 3 مراحل ها نفتكروا مع بعض كده كان اول مرحلة اسمها ايه انشطر مين كولوكوز ثم دور الكريبس ثم سلسلة نقل الالكترون عشان نحصل على مين على 38 اي تي بي طب اول مرحلة اسمها ايه انشطر الكولوكوز مش احنا لو احنا فاكرين قلنا انشطر الكولوكوز عشان يحصل لازم الخلية تحتاج الاول 2 اي تي بي صح وبعدين في النهاية طلع لي كم 4 اي تي بي هخصم الاتنين اللي انا استهلكتهم في البداية من الارباية يتفضل لي كم 2 اي تي بي صح ولا لا يبقى معنى كده ان الخلية تستهلك من العشر اللي هم عندي ده همت العشر اللي هم متخزنين عندي جوه الخلية هتستهلك منهم قد ايه 2 اي تي بي هستهلكم في ايه في عملية انشطر مين اللي هي الكولوكوز يبقى الخلية هتاخدهم علشان تستخدمهم في عملية انشطر مين الكولوكوز اصبحوا للعشر دول كده كام 8 تمام اصبح فيه 8 وفيه كام 38 اللي هم ايه هطلعوا نتيجة مين اقساد الجزء مين الكولوكوز تعال بقى ندور على الكلام ده مع بعض اول شكل عندي هنا رقم الف انا عندي هنا التمانية صح حلو بس هنا الناتج الهين النهائي كام احنا قلنا دلوقتي هنا تمانية صح و38 مفروض يطلع لي كام بقى يعني 48 النهائي ده هطلح منه كام الاتنين اللي احنا استهلكناه هتفضل لي كام 46 يعني مفروض ابدأ من هنا لحد هنا يطلع لي كام 46 انا هنا وقف لحد كام اقل من 40 في ازن ده ما يفعش معي تعال نبص هنا كده ده هنا بدأنا من كام من عشرة ومفروض ابدأ من كام ابدأ من 8 عشان حن Challenge 10 استهلكنا من هم قدي اثنين خليبا لي فايزن ده كده بالنسبة لنا غلط وكمان هنا له اهنا صح ماشي انما هنا غلب بالنسبة لنا فاصبح ايء اختيار غلط نيجي هنا رقم G انا بدأت هنا من كام من عشرة ومفروض ابدأ من كام ويبدأ من 8 عشان actими کیام عشان احنا família 10 ح Assessmentzung them eu عملنا بهم ايه عملنا بهم انشطار مينو كولوكوس خلي بالنا فإذا ده كمان غلط بالنسبة لنا الإجابة صحة رقم دال ليه أنا عندي هنا قدت 8 هامت يبقى كده صح بالنسبة لي لأن كانوا في عشرة خدت منهم اتنين أصبحوا كام تمانية والنتج النهاية هو المحصلة النهاية اللي هي كام اللي احنا قلنا عليها اللي هي كام اللي هي 48 اللي هي ETB تمام قبل ما استهلك كام قبل ما استهلك اللي هما الاتنين دي المحصلة ايه النهاية عندنا فإذا ده صحة بالنسبة لنا يبقى يا تاني خلاصة الكلام كان عنده عشرة في البداية خدت منهم اتنين عشان ايه انشطار مينو كولوكوس فلازم أبدأ برقم كام تمانية بداية بتاعت منين من تمانية تمام والثمانية وثلاثين اللي هما ايه طلو عندي لما جمع اللي هما ثمانية وثلاثين على اللي هما العشرة أصبحوا كام تمانية واربين استهلكت منهم اتنين أصبح المحصلة كلها كام ستة واربين اللاية الاتيبي يارب يكون في منها يبس صح بالنسبة لنا كده رقم مين رقم دال الأشكال التالية توضح بعض الخلايا النباتية والحيوانية بعد وضعها في محلولين سيكروز مختلفين في التركيز علما بقى أن الضغط الإسموزي لها يعادل خمسة من عشرة في المية محلول اللي هو سيكروز اللي قدام دي تعبارها خلايا نباتية ديات خلايا نباتية لأن هنا طبعا عندنا جدر اللي هو الخلوي خلايا نباتية خلايا حيوانية خلايا حيوانية عندنا هنا في بعض الخلايا زي ما احنا شايفين هنا حصل فيها اللي هي عملية بلزمة بلزمة يعني يعني فقدت المية طب هتفقد المية امتى لما تفقد اللي هي الخلية المية لما تتحطف محلول تركيزه اعلى من اللي هي خمسة من عشرة تمام يبقى عندي هنا لما تتحطف تركيزه اكبر من كم اكبر من خمسة من عشرة في الحالة دي تنوع هتفقد مين هتفقد اللي هو المية طب مين اللي فقد المية عندنا اللي هي رقم ثلاثة ورقم مين ورقم خمسة يبقى احنا دلوقتي عندنا اللي احنا حطينا اللي هي الخلايا في محلول المحلول ده تركيزه اكبر من خمسة من عشرة في الحالة دي هي تنقى الخلايا اللي احنا حطيناها هتبدأ تفقد مين هتفقد مية وبالتالي يحصل لها عملية بلزمة او عملية فقد المية اللي هي رقم مين او عملية انكماش يعني اللي هي رقم مين ورقم ثلاثة ورقم مين ورقم خمسة إنما بيت الخلايا الثانية اللي احنا شايفينها اللي هي رقم واحد واثنين اللي هي أربعة ده حصل العكس بمعنى إيه بمعنى إن التركيز اللي برة هيكون أقل من اللي جوة وبالتالي يعني عند هنا اللي برة ده خلايا نفترض وده عند التركيز عند من هنا التركيز اللي برة أقل من كم أقل من خمسة من عشر في الحالة دي اللي هيحصل هيبدأ الماء يتخش جوا مين جوة اللي هي الخلايا ويؤدل مين إلى انتفاخه زي ما حصل في مين في رقم واحد ورقم اثنين ورقم مين ورقم أربعة تعالوا نشوفوا طالب من إيه فبول هنا في السؤال أي من الاختيارات التالية يعبر بشكل صحيح عن الخلايا والمحلول السكري الذي تم وضعها به فهنا بقول أول حاجة اللي هو المحلول السكري اللي هو تركيزه هنا كام واحد في المية واحد في المية يعني أكبر من كام أكبر من خمسة من عشر يعني التركيز برة أكبر من لجوة إيه لا يحصل الخلايا تفقد إيه هتفقد مية زي ما احنا قلنا ولما تفقد المية هتبدأ يحصل لها عملية بلزمة وعملية انكماش الكلام ده حصل في مين في رقم ثلاثة ورقم مين ورقم خمسة فبقول لي هنا رقم واحد ورقم اثنين واحد واثنين ده هنا حصل انتفاخ يعني ما يدخلت لهم طبعا الكلام ده غلط واحد واربعة احنا قلنا واحد غلط اربعة برضا غلط رقم اثنين غلط ورقم اربعة برضا غلط طبعا الاجابة كده اللي هيكون رقم مين ورقم دال اللي هي رقم تلاتة رقم تلاتة ورقم مين ورقم خمسة يبدي كده الاجابة اللي هي رقم دال تعال نكمل كده والحالة التانية عندنا اللي هو المحلول السكري اللي هو واحد من مية واحد من عشر في المية واحد من عشر في المية واحد من عشر في المية يعني هنا التركيز أقل من كم أقل من 5-18% يعني معنا كده إلا يحصل الماء تبدأ تخش جوه مين جوه الخلايا هيؤدن مين إلى إيه انتفخه والكلام ده حصل فين في الخلايا رقم واحد ورقم اثنين ورقم مين ورقم اربعة هنا كتب لي اثنين واربعة صح لو كتب لي كمان رقم واحد كمان إيه صح بالنسبة لنا يبقى كده الإجابة رقم إيه رقم دال ما كمية البروتين التي تتواجد في كل 100 سنتيمتر مقعب من البلازمة في الشخص الطبيعي وبظل تبent البروتين الموجود في prime في البلازمة بلازمة ده بتعتبر المادة الخلالي الم Ian للدم البلازمة اللي احنا goofjen كان فيها حوالية 10%左右 وفيها أملاح عضوية حوالي 1% وفيها اللي هي مواد أخر حوالي 2% والي ييمنا الى هو ابس 이해 اللي الذئه مين البروتين كانت نسبته كام كانت 7% وذلك طب زي الإجاة بالبروتن اللي كانت موجودة في البلازمة اللتي هي دايبة في البلازمة زي اللي هو البروتين اللي هو البيومين وده طبعا بروتين بسيط ويه اللي هو الكليبيولين والفيبرين وايجين اللي هو طبعا ميكلودور فيه اللي هي يحدث الجلطة نسبتهم كام 7% 7% بالنسبة لـ 10% اللي هي تعتبر كام اللي هي 7 جرام وبدلا نختار بحين رقم يوم اللي هي 7 جرام الشكل بينام مقابل يوضح بعض نواتك تفاعلات التنفس الخلوي الهوائي اي تفاعلات يحدث في سيتو بلازم الخلية يحدث فين في سيتو ايه بلازم الخلية سيتو بلازم يعني ايه يعني سيتسول طب مين اللي بيحدث في سيتسول انشطار الكولوكوز حال واوي طب ايه اللي كان بينتج من انشطار الكولوكوز والله كان بينتج عندنا اتنين اي تي بي اتنين اي تي بي واتنين ناد اتش واتنين حمض بيروفك تعال ندور كatoة اللي موجود revived bull Into B mau نستطيع العريق الأحمر What to do 2 السابق مفروض دا و دا معايا تمام لما نستطيع العريق البي القديم على اكثر الابت لا ترد ف السي هنا فيه ايه فيه الاخضر اللي هو مين اللي هو اي تي بي بس هنا مدين واحد بس يعني ده غلط والازرق اللي هو مين اللي هو الفاد اتش تو طبعا احنا وانا ما فيش فاد اتش تو فاصبحت السي كله غلط بعد كده رقم ده اللي هو الدي الدي هنا مدين واحد واحد اللي هو اي تي بي طبعا ده غلط وعند اللي هو الناد اتش هنا مدين كام مدين ثلاثة ده كمان غلط ومديني واحد فاد اتش تو ده كمان غلط يعني كل اللي جابه غلط يبس صح كده رقم مين رقم بها ما المادة الغذائية التي يمكن هضمها في كل من الوساطين الحمدي والقاعدي حمدي وقاعدي اول حاجة عندنا الارز طبعا دي ات مواد كربوهدراطية طبعا دي ات انها بيتم هضمها في الوسط القلوي فقط ما ينفعش في الوسط الحمدي البطاطس نفس الكلام في وسط القلوي فقط عشان دي ات مواد كربوهدراطية الدهون طبعا دي بيتهضم فين فيه اللي هي الاسنى عشر وهنا الوسط بيكون اللي هو ايه قلوي ما فيش هنا وسطين اللي جابه عند الصحة اللي هي رقم مين رقم ده اللي هي اللحمة طب ازاي احنا عندنا هنا بداية هضم البروتين بيتم فين داخل المعدة والمعدة هنا بيشتغل على انزيم مين اللي هو البيبسين طب بيشتغل في وسط مين في وسط حمدي من واحد ونص لتنين ونص هيحولها الى عددات البيبطايت بعد كده بيبدأ يستكمل اللي هي الهضم فين فيه عن طريق اللي هي العصار اللي هي البنكرياسية عن طريق مين انزيم مين اللي هو التريبسين هيحول البروتين الى ايه الى عددات البيبطايت وهنا البيئتش هيكون بكام هيكون بتمانية يعني معنى كده حصل الهضم لللحمة فيه اللي هي المعدة اللي هو الوسط الحمدي وكمان عن طريق مين اللي هي الاثنى عشر ايه اللي هو بيكون وسط مين ووسط قلو اللي هو بيسوي كام تمانية بعد كده بيستكمل عن طريق اللي هي العصار اللي هي المعوية وبرده بيكون الوسط ايه اللي هو ايه قلوي تمام عن طريق اللي هي انزيمات مين اللي هي البيبتيديز اللي هي تحول اللي هي عددات البيبطايت الى ايه الى احماض المينية هيتشغل في وسط مين في وسط قلوي معنى كده ان اللحم اتهدمت في وسط حمدي وسط مين قلوي أي لوعية دموية التالية يحتوي على أعلى نسبة من الكولوكوز في جسم الإنسان بعد تناول وجبة غذائية متوازنة أول حاجة عند الوريد الأجوة في السفلي وريد أجوة في السفلي نفسنا سؤال هو الوريد الأجوة في السفلي إيه مهمته؟ ده بيرجع الدم أنه دم اللي هو الغير مؤكسج هيرجع المين للقلب هيرجع إيه للقلب عشان يصبه فيه فيه اللي هو الأوزين مين اللي هو الأيمن طب هل الدم اللي هو غير مؤكسج هيكون فيه نسبة عالية من الكولوكوز طبعا لا النسبة العالية من الكولوكوز بيكون موجودة فين في الدم اللي هو مين اللي هو المؤكسج فإذاً ده بنسبة لنا كده غلط رقم بيه الوريد البابي الكابيدي طبعا دي الإجابة الصحة عندنا تعال نفتكر مع بعضا كده الأول اللي قدامنا دي عبارة عن الدورة الكابدية البابية ده عبارة عن جزء من اللامعات الدقيقة تمام وعندنا هنا زي ما احنا عارفين ان اللامعات الدقيقة بتحتوي على مين على الخاملات عن طريق الخاملات هتنا هتبدأ هنا يحصل امتصاص لمين لكلوكوز اللي هو بيسألنا عليه بالاضافة طبعا لمين للأحماض مين اللي هي الأمينية كل ده يبدأ يجمع عن طريق له شعارات الدموية ويبدأ هنا يصب خلال مين اللي هو الوريد البابي الكبدي خلال الطريق بتاعه هنا يبدأ هنا يجمع أوردة كمان جاي منهم من البنكرياس والطحال والمعدة كل ده يصب فين فيه اللي هو الكبد طيب احنا تفانى دلوقتي اللي جابة عندنا اللي هو الوريد البابي الكبدي ليه علشان ده اول الطريق بالنسبة لامتصاص مين اللي هو كلوكوز من اللي هو الأمعات الدقيقة لان هنا بعد كده هيخش فين داخل مين الكبد وداخل الكبد خليبانا لو فيه كلوكوز فائد عن حاجة الجسم هيبدأ يحول ويخزن على هيج جلايكوجين يبقى معنا كده الوريد اللي هيطلع من اليمة التانية من الكبد اللي هو الوريد مين الكبدي هيحتوي على نسبة اقل منين من الكولوكوز يبقى النسبة الاعلى فين فيه الوريد البابي الكبدي والنسبة الاقل فيه الوريد الكبدي ليه علشان الفائد قلنا هيخزن داخل مين داخل اللي هو الكبد على هيج جلايكوجين يبقى اللي جابة زم احنا قلنا الوريد البابي ايه الكبد وقلنا الوريد الكبدي هيكون فيه نسبة اقل منين من اللي هو كلوكوز طب نيجي للشوريان الرئوي طب ما احنا عارفين الشوريان الرئوي بيحمل دم مين بيحمل دم غير مؤكسج هيوديه المين هيوديه للرئتين وإحنا قلنا الدم اللي هو الغير مؤكسج بيحتوي على أقل النسبة منه من الكولوكوز ما فوش كولوكوز إنما الدم المؤكسج هو اللي بيحتويه على مين على الكولوكوز عشان يوزعه على الخلايا فإذا ده كمان بالنسبة لنا غلط يبس صح زي ما احنا قلنا رقم به مواجه الشبه بين النباتات الخضراء وبكتيريا الكابريت الإرجوانية عاوزين واجه ايه واجه شبه خلي بنا رقم ألف نوع كلورفيل في كل منهما طب هنا كلورفيل اللي هي موجود في بكتيريا اللي هي الكابريت الإرجوانية بيكون بسيط التركيب إنما طبعا ده بيكون اللي هو ايه معقد بالنسبة له وبالتالي ده ما ينفعش اخطاره رقم به مصدر الهيدروجين اللازم لتزبيت سين اقصيد القربون في كل منهما طب مصدر الهيدروجين في نباتات الخضر اللي هو المية تمام يبقى هنا مصدره مين اللي هو المية H2O إنما عندي هنا بالنسبة لبكتيريا الكابريت الإرجوانية المصدر بتاع اللي هو كابريتيد الهيدروجين اللي هو H2S وبالتالي ده كمان ما ينفعش التفاعلات اللي هي ضوئية في كل منهما طبعا ده هي الإجابة الصحة لأن هنا بالنسبة لنباتات الخضر يتم تزبيت مين سين اقصيد القربون عن طريق اللي هو التحاعد ومع اللي هو الهيدروجين المحمول على اللي هو الناد BH2 بمساعدة اللي هو الـ ATB تمام وطبعا يكون مين اللي هو البيجال اللي هو بعد كده يكون اللي هو الكولكوس عند هنا بالنسبة لبكتيريا اللي هي الكابريت الإرجوانية نفس الكلام عندنا برضا هيتم تزبيت مين اللي هو الهيدروجين المحمول على ايه على اللي هو الناد BH2 عن طريق مساعدة مين اللي هو الـ ATB عشان يتكوى مين برضك اللي هو ايه اللي هو البيجال وبالتالي هنا التفاعلات اللي هي اللي هي ضوئية متشابهة فيهم هما الاتنين رقم دال النواتج الثانوية لعملية البناء الضوئي في كل منهما طب عندنا اول حاجة اللي هي نباتات الخضرة كانت النواتج الثانوية ايه اللي هو غاز الاكسوجين طب هنا كان ايه النواتج الثانوية اللي هو الكابريت هل كده الاتنين شكل بعضه طبعا لا وبالتالي ما فيهاش اختار ده اي لوعية التالية لا تتكون داخلها الجلطة الدموية بالرغم من توافر عوامل التغلط بداخلها عوامل التغلط موجودة بس هنا مش يتكون جلطة يا طرل ايه احنا عارفين طبعا الاساس في تكون الجلطة الدموية اللي هي وجود مين الصفائح الدموية يبقى احنا دلوقتي هندور على حاجة ما فيهاش مين صفائح دموية الشرعين فيها صفائح دموية ما نفعش اختارها الاورادة بتحتوي على صفائح دموية ما نفعش اختارها الأوعية اللينفاوية طبعا ما فهاش مين صفائح دموية وبالتالي دية الإجابة الشعارات الدموية بتحتوى على مين على صفائح دموية طبعا هيحصل فهم ايه تغلط اللهم تلت حاجات دولت إنما ما عادة مين ما عادة اللي هي الأوعية اللينفاوية زرعة نباتات عادية في بيئة صحراوية فنجح عدد قليل منها في التكيف مع هذه البيئة أي العوامل التالية يؤدي زيادته إلى نجاح تلك النباتات في التكيف تعالوا كده نشوف الاختيارات أول حاجة عندنا كده طول المجموع الخضري للنبات طب دلوقتي وبيكلمني على بيئة صحراوية يعني هنا المية فاولة يلا دممفروض هنا بنيكلم على مين على الجزر عشان يقدر يمتص أكبر قدر منه من المية طب دلوقتي لما يحصل طول بالنسبة للمجموع الخضري طب ما الكلام ده النبات هنا هيفقد مية أكتر تمام يعني هتزيد عملية النتح وبالتالي هيعمل مشكلة زيادة مين بالنسبة للمين للنبات وبالتالي ده ما فعش اختاره زيادة تركيز العصيري الخلوي لخلايا الجزر طبعا في الحالة ديته نهو هيؤدن مين إلى زيادة قوة امتصاص المية داخل خلايا الجزر وبالتالي هنا النبات هنا هيقدر ينجح فيه اللي هو التغلو على مين على مشكلة ايه قلة مين قلة المياه يعني الكلام ده صح رقم جيم كسر المجموع الجزري كلام ده طبعا مفروض كان يحصل العكس يكون فيه طول في المجموع الجزري عشان يقدر يمتص أكبر قدر منه من المية انما هنا قال لي ايه قال لي كسر خلي بالنا صغر حجم الفجوات العصرية اللي هي الجزرية طب دلوقتي لو حجم العصرية هيكون صغير معنى كده ان الخلية هتمتص كمية وليلة من المية وبالتالي كده هتزود المشكلة الزيادة ومش هتقدر تنجح في البيئة ايه الصحراوية وبالتالي ده كمان غلط المفروض كان يقول لي ايه قبر مين حجم ايه الفجوات ايه العصرية يبقى الصح رقم مين رقم بيه في ايه الحالات التالية تكون اعلى قيمة لضغط الدم احنا عارفين ضغط الدم بيكون 120 على 80 الكلام ده في الشخص السليم المعافى المية وعشر دي بتدول العلمين على اللوانقباض اللومة البطينين اما اللي هي 80 دي بتدول العلمين على اللوانقباض اللومة البطينين احنا هنا عاوزين ايه اعلى قيمة يعني هندور على المية وعشرين اللي هي انقباض مين اللي هي البطينين وخصوصا اللي هو انقباض اللي هو البطين اللي هو الايصر يبقى احنا دلوقتي هندور على انقباض البطين الايصر علشان هيتم دفع الدم عبر شريان الاورطة الى جميع ايه اجزاء الجسم وهنا يكون ضغط الدم اعلى ما يمكن رقم الف انبساط البطين الايصر طب دلوقتي لما يحصل انبساط البطين الايصر هيكون طبعا ضغط الدم اقل ما يمكن اللي هو كام اللي هو 80 وبالتالي كلام ده غلط بالنسبة لنا رقم بيه انقباض اللي هو الأزين اللي هو الأيمن لما ينقبض اللي هو الأزين اللي هو الأيمن في الحالة ديت هنا هيحصل انبساط لليه اللي هو البطين مين اللي هو الأيمن وبالتالي هنا هيكون أقل قيمة لضغط الدم اللي هو كام 80 وبالتالي ده كمان غلط فتح الصمام الميترالي هو مفروض يتقفل ولا يتفتح طبعا مفروض طبعا ايه يتقفل لان ده يتفتح امتى لما يحصل اللي هو انبساط لمين للبطين اللي هو الايصر خلي بالنا احنا دلوقتي عاوزين يحصل انقباض للبطين الايصر انما عاملية الفتح دي هتحصل امتا لما يحصل انبساط للبطين مين اللي هو ايه الايصر عشان يستقبل الدم اللي هو جاي من اللي هو العزين الايصر الى البطين مين اللي هو الايصر وبالتالي كلام ده غلط رقم دل فتح الصمام اللي هو الاورطة طبعا دي اتي الاجابة الصح تعالي نفتكر مع بعض كده لما بيحصل انقباض اللي هو البطين الايصر هيتقفل معنا اللي هو الصمام صناعي الشرفات او بسمهم اللي هو الصمام المترالي ويتفتح معنا اللي هو الصمام من الهلال اللي هو الاورطة هيبدأ يندفع الدم عبر شريام من اللي هو الاورطة وبسمه الابهر هيبدأ هنا يتفرع الى فرعين هيبدأ يغزمين الى جميع اجزاء الجسم وبالتالي هنا هيكون اكبر قيمة لضغط الدم يوجد تفاعل رابط بين انشطار كولوكوز ودور كريبس اثناء التفاعل الخلوي وضح نواتيك ذلك التفاعل ايه المصوب بالكلام ده اللي هو اصده اللي هي المرحلة اللي هي التحضرية لدور كريبس اللي هو هتيجي بعد انشطار كولوكوز وفي نفس الوقت هتيجي قبل مين قبل دور كريبس طب ايه نواتيك بتاعتها كان عندنا فيه ثلاث حاجات اول حاجة عندنا رقم واحد اللي هو اثنين جزئة من سانيوكسيد الكربون الحاجة التانية عندنا كان فيه اثنين ناد اتش ناد اتش الحاجة التالتة رقم تلاتة اللي هي عندنا الحاجة التالتة عندنا اثنين جزئ اثنين جزئ اسطيل مرافق الانزيم الف تعال نفتكر مع بعض كده طبعا ديه بسماء اللي هي المرحلة التحضرية لدور كريبس فكان عندنا بيانتج منها اثنين سانيوكسيد الكربون اثنين ناد اتش وكمان اثنين جزئي اللي هو الاستطيل اللي هو مرافق ايه الانزيم الف اللي هو بيحتوى على زراتين من الكربون كان اللي هو جزئي لاستطيلات هاي يبدأ يخش من الى دورة ايه الى دورة كريبس مواجه الاختلاف بين الشعيرات الدموية الموجودة بالخملات والشعيرات الدموية الموجودة بالحواصلات الهوائية أول حاجة عندنا هي الشعيرات الدموية الموجودة فين؟ في اللي هي الخملات يبقى نكأول حاجة نتكلم عليها اللي هي الخملات الشعيرات الدموية اللي هي موجودة في اللي هي الخملات عندنا اللي هي الشعيرات الدموية الشريانية الشريانية بتحمل دم مؤكسج أما اللي هي التفرعات أو بسمها اللي هي الشعيرات الدموية الوريدية الشعيرات الدموية الوريدية دي بتحمل دم غير مواقسج دم غير مواقسج ده بالنسبة مين للخملات الحاجة الثانية عندنا اللي هي موجودة فين في الحواصلات اللي هي الهوائية أي الشعيرات الدموية الموجودة بيه اللي هي الحواصلات الهوائية اللي هي موجودة في الرئاتين هنعكس الكلام خلي بالنا فعندنا اللي هي الشعيرات الدموية اللي هي الشريانية هتحمل دم غير مؤكسج لو احنا فاكرين كان كل الشعيرين بتحمل دم مؤكسج مع عدى الشريان اللي هو الرئوي بعد مين الشريان الرئوي بيحمل دم ايه غير مؤكسج فالتفرعات اللي هي تطلع منه هيحمل دم مين غير ايه غير مؤكسج اما اللي هي الشعيرات الدموية اللي هي الوريدية اللي هي ترجع للقلب عبر اللي هي الاوريدة الرئوية الاربعة طبعا هتجمع مع بعضها وتبدأ تكون أوريدة رائوية الأربعة هتحمل دم مؤكسج يبال لتنين عقص بعض خلي بالنا للمعدة دور نهام في الدفاع عن جسم الإنسان ممدى صحة العبارة مع التفسير طبعا العبارة ده ايه عبارة صحيحة أقول له عبارة صحيحة عبارة صح طب ازاي كلام ده أقول له لأن المعدة تفرز حمض الهادرو كولوريك لأخر رمز اللي احنا فاكرين وطبعا الحمض ده الذي يعمل على قتل الميكروبات التي تدخل مع الطعام وبالتالي هنا كلها دورها في الدفاع عن جسم الإنسان يا رب كنفهمنا ما تنسناش من صالح دعواكم كان معكم أستر ترى وإلى اللقاءة إن شاء الله في حلقة قادمة وبالتوفير لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر